علماء من بلدي بعد قليل مع العلم والعلماء نلتقي علماء من بلدي واحد من القيادات العلمية الشامخة في مجتمعنا المصري رائد من رواد جيل العمالقة بالمركز القومي للبحوث تخصص في مجال تغذية النبات واختاره المعهد البيوغرافي الأمريكي ضمن أهم خمسة ألاف شخصية متميزة في العالم في مختلف المجالات العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الفولي أستاذ تغذية النبات وتكنولوجيا التسميد بالمركز القومي للبحوث معكم وعلماء من بلدي الآن أعزائي المشاهدين مساء الخير أهلا بكم معنا ومعاتكم الإسبوعي مع العلم والعلماء وبرنامجكم علماء من بلدي حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين هنلتقي فيها مع أحد الرموز والقامات العلمية الهمة في مجال الزراعة العالم الجليل أستاذ دكتور محمد مصطفى الفولي أستاذ تغذية النبات وتكنولوجيا التسميد بالمركز القومي للبحوث صاحب مشوار طويل مع البحث العلمي بيمتد 50 سنة خلاصة إنجازه أكتر من 300 بحث منشور تركزت حول الحالة الغذائية للنبات دكتور مصطفى الفولي لعب دورا هاما في تطوير ونقل التكنولوجيا المستخدمة في عملية التسميد اختيرة استشاريا لمشروعات الوكالة الألمانية للدعم الفني نال عضوية العديد من المنظمات والجمعيات القرية والإقليمية والوطنية حصل على جائزة الدولة التقديرية ومرشح لنيل أكبر وأرفع الجوائز في مصر جائزة النيل أعزائي المشاهدين تعالوا معينا نشوف حالا تقرير عن العالم الجليل دكتور محمد مصطفى الفولي العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الفولي أستاذ تغذية النبات وتكنولوجيا التسميد بالمركز القومي للبحوث في سطور نال بكالوريوس العلوم الزراعية في جامعة القاهرة عام 59 وحقق درجة الدكتوراه بجامعة ميونيخ الألمانية عام 63 عن تأثير تغذية النبات بالعناصر الكبرى والصغرى واستخدام النظائر المشعة في البيولوجيا وحصل على زمالة مؤسسة فون هوم بولدت العلمية الألمانية في عام 76 العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى الفولي صاحب مدرسة علمية متميزة في العديد من الجامعات والمراكز البحثية وبلغ مجمل إنتاجه العلمي أكثر من ثلاثمائة بحث علمي مرجعي منشور في عدد كبير في المجلات العلمية العالمية والمحلية وتركزت بحوثه في الحالة الغذائية للطربة والنبات وفسيولوجيا إنتاج التحالب وتأثير الملوحة على النبات ورفع درجة مقاومة النبات أشتغل مع الدكتور فولي من سنة 1976 يعني من أول ما ابتدى المشروع اللي هو العناصر إضافة كمان أنه هو مشروع التحالب برضو أنا كنت أحد المشاركين في هذا المشروع وكانت الرسالة بتاعتي تحت الشافو سواء في الماجستير أو في الدكتوراه بالإضافة لكي دا برضو موفر لنا طبعا كل الفسائلات وكل الإمكانيات وكل التولز اللي احنا ممكن نشتغل بيها سواء من أجهزة أو مشاريع للعالم قال أستاذ الدكتور محمد مصطفى الفولي براءة اختراع في مجال فصل وسط خلاص البروتينات من المخلفات احنا محظوظين أن احنا كنا في المجموعة تاعت الدكتوري الفولي لأنه هو لف بلاد كتير وجاب لنا حاجات كتير وأفكار كتير احنا ما شفناهاش وما شفناهاش حد بيعملها في مصر هنا قبلي أنا بشتغل على حاجة اسمها التحالب التحالب دي ما كانش حد يعرف عنها أي حاجة هو أول واحد في مصر أدخل التحالب شارك العالم الأستاذ الدكتور مصطفى الفولي في العديد من المشروعات البحثية الممولة دوليا ومحليا كباحث رئيسي ومدير مشارك وله العديد من الأدوار المشهودة في الارتقاء بالتخصص تغذية النبات داخل المركز القوم للبحوث في إطار البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا احنا بنشتغل في مجال ناصر عناصر الصغرى واشتغلنا في مجال كان جديد علينا في مصر وما انتشرش أو نظم معلمات دغرافية وازاي نعرف نقدر الحالة غزيرة لبعض المحاصيل في التربة وازاي نقدر احتياجاتها من التسميد وبعدنا نقلنا في مرحلة الدكتوراه بدنا نقارن بعض أصناف المحاصيل وممكن دخلنا في محصول الأمح عشان كان المشكلة الموجودة فيه في الوقت فترة دي فكفائتها في استخدام العنصر ده في التربة في أقل بأقل كمية موجودة في التربة بدون زيادة في التسميد بالعكس ده أنا بساعد فلاح إنه يزرع الأصناف اللي أنا عاوز أقول له يزرعها بدون ما أجهده في عملية التسميد اللي هايزه ترهق ميزانيته اقتصاديا وهو عضو بالمجالس العلمية المحلية والإقليمية والدولية وعضو منظمة تنمية العلوم الزراعية بإفريقيا وزميل منتخب للأكاديمية الإفريقية للعلوم وخبير واستشاري بوزارة البحث العلمي الألمانية ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والهيئة الألمانية للتنمية الدولية اللي حلموا حلمنا واللي فرحوا فرحنا اللي نهر الميل بيجري جوا دمه دمنا يبقى واحد مننا أيوة واحد مننا مصرق غير الأصالة والقلوب الطيبين مصرق تبني الولدنا حلم بكرة والسنين مصرق غير الأصالة والقلوب الطيبين مصرق تبني الولدنا حلم بكرة والسنين واللي يرفع اسمنا يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها يبقى واحد مننا أيوة واحد مننا منشرفنا ومنورنا أستاذ دكتور محمد مصطفى الفولي أستاذ تقصية النبات وتكنولوجيا التسميت بالمركز القومي البخوص أهلا بحدك معينا أهلا بك شكرا مساء الخير ومساء الخير على السعادة للمشاهدين دكتور يعني في البداية خلينا نتقف عند تاريخ هام جدا لأنه كمان قرب أيام قليلة 16 أكتوبر 1966 يعني 16 أكتوبر القادم هيبقى 50 سنة رحلة عطاء ونجاح وكفاح داخل المركز القومي للبحوص كل سنة وحضرتك طيب وأكيد عايزين نتكلم على التاريخ ده وحضرتك طيبة الحقيقة يعني فكرتيني بالتاريخ فعلا يعني الدخول للمركز القومي للبحوص أصلا يعني له قصة ويمكن يعني أحب أقولها في المناسبة دي أنا عندما تخركت أنا من خريج جامعة اسكندرية وكنا نسمع في أواخر الخمسينات عن المركز القومي للبحوص ده يعني شيء يتطلع كل خريج جامعة إن هو يشتغل فيه وكان فيه الوقت ده الناس بتسيب الجامعة عشان تروح تشتغل في المركز القومي للبحوص أنا لما سفرت الخارج فكان يعني أملي إن أنا أشتغل في المركز القومي للبحوص إحنا ما كنتش طالع بحسة بحساب المركز كنت طالع على حسابي الخاص وبعد ما خدت الدكتوراه جات لي فرصة إن أنا أتعين في جامعة أصيوت مباشرة بعد الدكتوراه وأفضل قاعد برضو فترة في الخارج لغاية ما أنهي دراساتي وارجع جامعة أصيوت فالحقيقة أنا كان برضو رغم أن الفرصة كانت متاحة جدا أنا قلت لأ أنا أستنى لغاية ما أروح المركز وشأت الظروف فعلا المركز احتاج إلى هذه الوظيفة ونزل إعلان وأي يمين كانت التعيينات مش ساي دلوقتي بالأقدمية وكان في منافسة كان في نسبة تتقدم للإعلان وأنا تقدم مسابقة يعني مسابقة من إعلان بينزل وأي حد يتقدم يعني ما تعرفيش حضرك مين اللي هيتقدم كلام ده كان سائد في الجامعة وفي مراكز البحوص لغاية سنة 72-73 فكان لازم الواحد يعني يبزل أقصى ما يستطيع لأنه ما يعرفش المنافسين اللي هيجوا هيجولوا منين وربنا الحقيقة سهل ويعني توفقت وحصلت على الوظيفة ومركز قبل إن هو يأجل حضوري إلى مصر واستلام العمل لمدة سنة ونص وقت ما خلصت الشغل اللي كنت بعمله في الخارج وجيت في 16 أكتوبر سنة 66 استلامت العمل في المركز القوامل البحوص طيب زي ما قلت رحلة أعطاء وكفاح ونجاح وأصمرت عن العديد من الجوائز والتكريمات وأيضا المهمة الرئيسية وهي البحوص أكتر من 300 بحث أكيد المجال مش هيسمح أن احنا نتكلم على كل 300 بحث ولكن خلينا نختار بعض من البحوص اللي هي ممكن تكون بحوص تطبيقية بحوص قريبة للمشاهد يبقى عارف قد إيه أهمية هذه البحوص بالنسبة له هو شخصيا يعني هو مش متخص بالضبط هو حضرتك أنا بس عايزة أرجع على حاجات التلتمية والربعمية والخمسين هي ليست بالعدد يعني المسألة ليست ليست بالعدد وإنما هي الحاجة اللي الإنسان أو الباحث بيتطرق إليها وبيعملها ومدى استمراريته ومثبرته لغاية ما يصل في الآخر إلى نتيجة تخدم المجتمع أحد الحقيقة يعني أنا للظروف اللي أعملتها وأنا بحمد ربنا كثيرا أتيحت لها الفرصة دي أنا بعد ما خلصت الدكتوراه اشتغلت في إحدى الجامعات في الخارج وبعد الجامعة اشتغلت في مركز بحوص تابع لإحدى الشركات وبالتالي بجانب عملي كطالب بسمع الكلام اللي بيتقلي وبعمل الشغل أصبحت مسؤول في الجامعة بحوص فعرفت الجامعات بتعمل إيه؟ على الأقل في ذلك الوقت وفي ألمانيا وبعدين اشتغلت في الشركة وعرفت البحوص بتاعة الشركات اللي مهمتها أنها تعمل إنتاج يخدم المجتمع بطريق مباشر لأنه ما لو ما عملوش كده الشركة مش هتشتغل هتفلس وبالتالي ضغوط الاقتصادية بتخليهم لازم يعمل حاجة مفيدة طب هو ده موجود يعني أنا مش هتكلم حتى على دلوقتي من سنين طويلة موجود أو موجودة الفكرة دي فكرة أنه الشركات والمصانع هي اللي تهتم بالبحث العلمي هي اللي تموله هي تقول أنا عايزة إيه في إنتاجية إيه بالتحديد اللي تطور وبعدين العلماء والبحثين يشتغلوا على النقطة دي الحقيقة حضرتك لمستي يعني أحد النقاط الهامة جدا في عملية العائد من البحث العلمي الأسف معظم الشركات بتاعتنا ما بتعملش الكلام اللي الحديث بتقولي ده وإذا حدث فبيتم يعني بدرجة قليلة جدا مفروض أن يكون أكتر من كده مع أن حضرتك عملت الموضوع ده قبل 66 قبل 66 اه يعني الموضوع ده قديم موجود من قبل 66 اه بالنسبة لي قديم وتعلمت منه حاجات كتير الحقيقة وبعد ما جيت هنا ده كان شاغلي يعني الأساسي اللي أنا بعمله هيخدم الناس إزاي؟ يعني المسألة ليست أن أنا أعمل بحث جيد أنشره في مجلة كويسة الناس يقولوا أيوة ده بحث شاطر أو للترقية أو للترقية أنا بقول للناس دايما حضرتك هو إحنا مش بناعمل بحث عشان نترقى ولكن إحنا بنترقى لأننا عملنا بحث جيدة حتى تلامستي في الماجستير والدكتوراه من سنين طويلة جدا كت دايما أقول له أنت مش هتاخد الماجستير والدكتوراه لأنك أنت عملت حاجة أو مش هتعمل حاجة عشان تاخد ماجستير والدكتوراه وإنما عليك أن تؤدي عمل جيد وتثبت أنك أنت بحث جيد وهنا بقى ما يهمش عدد الأرقام اللي أنت طلعتها عدد الجداول اللي حطتها في الرسالة عدد صفحات الرسالة كل ده موضوع جانبي المهم أن البحث يثبت أنه قادر على أنه يقوم بالبحث بتاعه ويصل فيه في الآخر إلى نتيجة وهو عارف بعد كده حيخدم المجتمع إزاي من خلال هذا البحث أنا طبعا عندنا عوامل كثيرة جدا في البحث العلمي بتعيق هذه العملية طيب إحنا عايزين نتكلم على الموضوع ده بقى بالتفصيل عشان مش أنه الفكرة أنه إحنا نعرض المشاكل ونقول إنه فيه مشاكل لا إحنا بنتكلم على المشاكل عشان نشوف الحل إيه عشان لما يبقى موضوع زي كده مطبق من قبل 66 وبعدين نيجي سنوات طويلة المصانع والشركات لا تعتم أبدا بالبحث العلمي يبقى أكيد فيه خلل لازم نتكلم عليه بس خلونا ناخد فاصل وبعدين نرجع نتكلم على النقطة دي بالتحديد من نبت أرض مصر ومن بين أبنائها أحفاد الفرعنة العظام عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدقوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن وإيد على إيد نبني مصر من جديد البحث العلمي ومشكلات المجتمع المصري الفجوة العلمية وتكنولوجية في منظومة البحث العلمي ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وارتباط البحث العلمي بعجلة التنمية ملفات ساخنة موضوعات مثيرة نناقشها معكم واحد من القيادات العلمية الشامخة في مجتمعنا المصري رائد من رواد جيل العمالقة بالمركز القومي للبحوث تخصص في مجال تغذية النبات واختاره المعهد البيوغرافي الأمريكي ضمن أهم خمسة ألاف شخصية متميزة في العالم في مختلف المجالات العالم والجليل الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الفولي أستاذ تغذية النبات وتكنولوجيا التسميد بالمركز القومي للبحوث معكم وعلماء من بلدي الآن رجعنا مرة تانية وكنا بنتكلم على مشكلات البحث العلمي ومشكلات اختيار بحوث معينة بتهم المجتمع خلينا نتكلم على المشكلات دي وازاي تتحل الحياة حضرتك يعني لو أخذنا عيد أي دولة من الدول متقدمة اقتصاديا وحنجد أنها متقدمة اقتصاديا بناء على البحث العلمي دي يعني أعتقد حقيقة مش عايزين نتكلم فيها هو أساس التقدم البحث العلمي في جميع مجالات الحياة من اللي بيعمل الأنشطة الاقتصادية في المجتمع والأنشطة الاجتماعية يأم قطاع عام يأم قطاع خاص في معظم الحالات القطاع عام الخاص دي وقت يزيد لأن الفكرة بالاشتراكية انتهت إلى حد كبير في أوائل التسانيات فالشركات هي الحاجة اللي بتبيع أو بتقدم خدمة فالشركة دي لازم تحسن دايما وتحاول ترضي الزبون وتشوف متطلبات وإيه وتوفرها ده ما يجيش غير بالبحث العلم الشركة الكبيرة عندها بحث علمي خاص بها لأنها بتكسب من وراها وبالتالي البحث العلمي أيضا بيعتبر قطاعات البحث العلمي في الشركات الكبيرة سر من الأسرار ما بيشتغلش فيه أي واحد ومش من حقه أنه هو يعمل أي حاجة برا خارج الشركة فعندنا في مصر الشركات الكبيرة اللي موجودة عندنا هي شركات معظمها بدأ من التجارة يعني لم يبدأ على فكرة بحسية أو على منتج بحسي عملوا حد وابتدى يبني عليه ويكبر الشركة بتاعته يعني مثلا حضرتك لما تيجي تشوفي شركات كتير جدا من القائمة في أوروبا وفي أمريكا هي بدأت بفكرة كانت موجودة عند شخص معين عمل لها شركة يعني مثلا لو أتذكر أحدى شركات الكيموية كبير جدا في ألمانيا هي بدأت على مادة كيموية واحدة بتدعمل لون لون صناعي بيحل محل لون طبيعي كان موجود بيستخدم فيه حاجات كتير جدا وبناء على هذه المادة هتعمل لها براءة اختراع صاحبها أنشئ شركة لإنتاج هذه المادة واسم الشركة لازال باسم الشركة اسمها كده شركة المنتجة لمادة كازم هذه الشركة النهاردة بتنتج ألاف من المركبات الكيموية الوسيطة والمركبات النهائية بدأت كده احنا عندنا شركتنا بدأت بطريقة مختلفة حد كان بيستورد وبعدين عمل شركة تجميع وعنده شركة أم في ظهره هي اللي بتعمل الأبحاث وبتمعت له المنتج وتطوير المنتج المفروض هنا يحصل تغيير في التفكير إن احنا ناخد من هناك ونعمل حاجة اللي هي اسمها الهندسة العكسية ونشوف إزاي الشركات دي بتنتج ونحاول إحنا ننتج منتجات مشابهة ولكن فيها فكر وفيها معارفة مصرية أو على أقل تقدير التعاون مع المركز القومي للبحوث من خلال البحوث الموجودة في المركز يعني والمركز يعني مليان بزبط طيب نتكلم بقى على البحوث الخاصة بحضرتك البحوث اللي قدمتها لينا ويمكن في منها كتير والحد دلوقتي بيتم التعامل معي يعني ومطبق أقول لحضرتك حاجة هو يعني أنا برضو حقا للحق والإنصاف إن الزراعة في مصر بتتطور من سنين طويلة لعشرات السنين ولو لم تكن الزراعة بتتطور ما كناش قدرنا نلاقي كميات الأكل اللي موجودة النهاردة نحن بقول لحنا بنشتكي من ارتفاع الأسعار مش ناتج لأن ما فيش زراعة جيدة وما فيش زراعة على مستوى عالي وإنما هو ناتج لأن الرقعة الزراعية محدودة والمية كمياتها محدودة لو أن هناك رقعة زراعية أكبر وكميات من المياه أكتر وبنرشل استخدام المية زي ما وزارة الرأي دلوقتي بتطالب المزارعين بينهم يعملوا الحكاية دي حنلاقي عندنا ما يكفي ونصغر الفجوة الغذائية بس بحوث برضو يعني مهمة في أنه ممكن من خلال الرقعة الزراعية الموجودة الإنتاجية تزيد وبتزيد فعلا بتزيد بدرجة كبيرة جدا والبحث العلمي الزراعي يعني عمل إنجازات كتير جدا سواء في وزارة الزراعة أو في المركز القومي للبحوث أو الجامعات الحقيقة أنا يعني الجهد اللي أنا بعمله طبعا بجانب الحاجات الكبيرة اللي تعملت دي حاجة بسيطة جدا لكن يا ربنا وفعنا في في الستينات كان في عندنا مشكلة في ما كانش فيه استيراد وكان بيجي رمضان وبعض ما كانش بنلاقي زبيب ففكرنا طب إزاي نعمل نعمل زبيب زميل من الزملة في الصناعات الغذائية قال لي ما فيش عندكو أي حاجة كده تكبر حجم الزبيب شوية علشان خاطر العنب العنب حجم العنب عشان لما يتعامل زبيب كان الزبيب يعني اللي يذكر من الجيل بتاعي جات عدة سنوات متتالية كان الزبيب المصري اللي موجود يعني ناشف ما فيهوش لحم فأنا بحكم الصدفة تعرفت على مادة بتنتج وكان في بداية استخدامها طورنا عملية استخدامها في العنب البناتي بحيث أن الحجم يكبر وكان فيه معاملات أخرى بتضاف إليه عشان تزود كمية السكر وبالتالي استطعنا أن احنا ننتج زبيب محلي جيد مش زي طبعا الأجنبي لأن الأصناف مختلفة ولكن كان جيد وكان بيغطي في السوق اللي حصل أن بعد كده فتح باب الاستيراد ففيه زبيب كل مستورة جاي من أماكن كثيرة متعددة ولكن استخدام هذه المادة لا زال حتى الآن هو جزء من العمليات الزراعية التكنولوجية اللي بتتم في العنب البناتي في مصر يعني أنا بتدعي أن يعني بصرف النظر عن أنه يتحول لزبيب يعني العمب نفسه بقى حجمه كبير إلى أن هناك دلوقتي بقى فيه أصناف طبيعي من غير هذه المعاملة بس خدت الفترة من الستينات لغاية دلوقتي لغاية ما بقى فيه أصناف حجمها أكبر ولحمها أكتر دي جزئية الحقيقة من الجزئيات فيه جزئية تانية اللي احنا شغل عليها برضو من فترة طويلة وهي العناصر المغازية الصغرى هذه العناصر هي لازمة لنمو النبات مهمة جدا وفي نفس الوقت هي لازمة لصحة الإنسان هنا العلاقة ما بين الزراعة وما بين الصحة هذه العناصر اللي هي العناصر زي مثلا الحديد زي الزينك زي المنجنيز زي النحاس يعني العناصر دي مهمة لنمو النبات وطبعا مهمة لنمو الإنسان بالضبط صحف النبات بيؤدي إلى أن يبقى فيه محصول قليل قليل ويؤدي إلى كميتها بتبقى قليلة في النبات الإنسان لما بيأكل هذا النبات ما بيكفيش احتياجاته وبالتالي بيصاب بأمراض نتيجة نقص هذه العناصر في الغزة فبنتطر نعالج الإنسان بإما نقدي له حبوب مع زي الحبوب بالفيتامينات كده فيها معادن أو أن احنا بنسعى أن كميته تزيد في النبات أنه هو ده الشيء الطبيعي طيب زي إيه بقى؟ زي ما أنا أقول لحضرتك احنا بنعمل معاملات على النباتات المختلفة لزيادة المحصول وزيادة الكمية الموجودة من هذه العناصر في الجزء اللي بيأكل احنا للأسف أن هذه العناصر كميتها بتتناقص أيوة أنا أقضي في كل يعني أي نوع من أنواع النباتات ولا في النباتات محددة في أي نوع من أنواع النباتات لأنها أصلاً موجودة في التربة وبالتالي لما تكون نقصة في التربة بتؤثر على النبات على طول ولكن هناك نباتات أكتر من نباتات تانية بتتأثر شدة التأثر بتاعها وفي نفس الوقت زيادتها أو وجودها بكمية كبيرة جوة النبات بيخلي الإنسان يأخذ منها يعني مثلاً حضرتك تاني نشوف الفطيرة بتاعة المدارس فطيرة المدارس بيحط فيها حديد طيب ليه بنحط حديد في فطيرة المدارس؟ لأن الولاد ما بيكلوش فكهة وخضار بدرجة كافية بحيث يبقى الحديد اللي موجود ده هو بيغزيهم ضمن المشاكل اللي موجودة أيضاً لدى الأطفال في مصر بتؤثر على الذكاء بتاعهم والصحة العامة وتؤثر على النمو والزنك زنك معروف أن المنطقة بتاعة الشرق الأوسط هي أكبر منطقة فيها نقص زنك في العالم ومن بينها مصر وبعدين إحنا كان بيجينا كميات قبل كده مع طامي النيل دلوقتي ما فيش كميات مع طامي النيل طيب وبعدين طامي بيقل وبعدين حيقل أكتر يعني شوية الصغارين اللي بيجوا حيقل بعد سد النهضة مش هيبقى فيها هتبقى المية نظيفة خالص ما فيهاش طامي خالص والحل إيه بقى؟ الحل إن إحنا وجدنا معالجات بتتم فعلاً دلوقتي عشان الزنك يبقى موجود في النبات طيب نرش النبات وبالتالي إحنا لما نتناوله يبقى الزنك يوصل لنا بقى بيوصل لنا وبيوصل لنا بصورة طبيعية مش كإضافة مع الغذاء إنما هو جاي مع الأكل طيب يا دكتور الموضوع هيدخلنا في إشكالية تانية أكبر وأكبر البحوث دي ومثلاً زي البحث ده وقد إيه هو مهم؟ المزارع يعرف المادة دي منين؟ ما بقاش فيه إرشاد زراعي طب هو مين هيقوله؟ هيروح المركز القومي البحوث ويتعامل مع حضراتك ولا يعمل إيه؟ والله يشوفين حضراتك إحنا يعني كنا بنتعامل مع الإرشاد الزراعي وفي جميع مناطق مصر من أسيوت أسيوت لغاية إسكندرية كل هذه الموضوع ما بعد أسيوت كنا بنعتمد على جامعة أسيوت كتشغل بنتعاون مع جامعة أسيوت هي كتوحدة الجزء الجنوبي ده كله الكلام ده يعني إحنا عندما بدأنا العمل ووجدنا هذه الجزئية إن هذه العناصر بها نقص ويؤثر على صحة النبات وصحة الإنسان وعلى المحصول الكلام ده كان من سنة 76 أو 75 في الفترة دي كان إرشاد الزراعي قوي وكان عدد كبير جدا ولم يكن هناك أي مادة معروفة ممكن أنها تعالج النبات من نقص هذه العناصر نعرض حضراتك الفلاحين كلهم عارفينها ويسموها العناصر ويبينزل يروح السوق ويقول أنا أديني زازة عناصر يعني أصبح فعلا موجود نتيجة الجهد الكبير اللي عملته معنا بزارة الزراع بالقطاعات المختلفة وإحنا عندنا معامل في المركز القومي للبحوث موجودة في مناطق مختلفة من مصر عندنا معامل في الإسماعيلية بيخدم على شرق الدلتة عندنا معامل في نورية بيخدم على غرب الدلتة ومعمل في القاهرة بيخدم على المناطق الأخرى وبنتعاون مع الجامعات المختلفة ووصلنا هذه المعرفة إلى زملائنا في الجامعات النهاردة أصبح تناول موضوع العناصر الصغرى حتى في الجامعات وفي المدارس الزراعية أصبح شيء موجود في الكتب بس يا دكتور برضو لو المزارع حل المشكلة بتاعته وعرف العناصر لكن في حاجات تانية المركز القومي للبحوث مليان كنوز تمام زي الكلام ده يوصل للمزارع أنا هقول لحضراتك هناك مشكلة بتاعت الإرشاد الزراعي لا شك في هذا ولكن أنا لا أتصور أن الإرشاد الزراعي حيبقى بعد كده واتفجأة يرجع تاني زي ما كان بالعدادة الغفيرة اللي كانت موجود قبل كده علينا أن نحن نوصل المعلومات للمزارعين بطرق حديثة التكنولوجيا الجديدة نهاردة كل واحد ماشي معاه تليفون لابد أن يكون هناك وسيلة لإعطاء الإرشادات للمزارعين بالتليفون إحنا الناس بتكلمنا بالتليفون في المركز لأنهم عارفين إحنا بقالنا بالضبط إحنا بنعمل خدمات للمزارعين من سنة 85 في هذه المناطق التلاتة فلما بيعوزوا أي حاجة بيتصلوا بينا بالتليفون عندنا زملاء بيعملوا شغل كتير جيد عندنا زملاء مقيمين في سينة بيعملوا شغل في سينة التنمية الزراعية في سينة ومحدش حاس بيهم إنما فيه شغل جامد جدا موجود هناك بتعمل في سينة فيه شغل ثاني في مناطق مختلفة عندنا ناس عملت مواد حيوية طبيعية لبقاية النبات موجودة بس دي بقى هنا محتاجة شركات علشان خاطر تنتج هذه الكمية هو النجاحات اللي حصلت في تصوري أنا اللي هي كانت بتعتمد اعتماد دخل المركز اعتماد مباشر ما بين العلاقة المباشرة ما بين الباحث ما بين المستفيد النهائي هو اللي بيعمل المحاولات هو اللي بيروح بيعمل المحاولات ويروحه هو اللي يوصل للمعلومة فالحاجة لكن مفيش آلية كده وبشكل أوتوماتيك يعني أنه أنا طلعت بخص فبسلمه لجهة ما الجهة ما دي هي اللي تشتغل بقى عليه لا دي القليل دي مش موجودة ولكن احنا بدأنا نبجدها في المركز يعني فيه احنا عندنا مكتب اسمه مكتب نائل التكنولوجيا في المركز وفيه لجنة بتعمل دراسات الجدوة الاقتصادية قبل يعني فيه حاجات كتيرة حضرتك احنا بنعملها في المعامل وفي المزارع قد لا يكون لها جدوة اقتصادية إنما هي مفيدة من ناحية الفنية حاجة حلوة كويسة شيء جديد ولكن لما نيجي نطبقه مكلف فالمجموعتين دول بيشتغلوا مع بعض بحيث أن احنا دلوقتي بنعمل حصر شامل لجميع الدراسات القابلة للتطبيق اللي اجريت في المركز بنشوف مدى الجدوة الاقتصادية بتاعتها بحيث أن احنا فعلا نقدر نوصلها للمستثمرين والمستثمرين يبقى مطمئنين تماما إنه لو دخل واستثمر في هذا المجال حيعود عليه ربح دكتور احنا كلمنا على المكان وتأثيره على مسيرة حضرتك لكن أنا برضو يهمني أتكلم على الشخصيات اللي كان لها تأثير على مسيرتك العلمية والله حضرتك هو يعني أنا أحب أذكر أستاذي اللي خدت معا الدكتوراه ألماني وتوفاه الله الله يرحمه الحقيقة الراجل ده كان له تأثير كبير أوي بش بس على المسيرة العلمية وإنما أنا رحت ألمانيا كان عندي عشرين سنة يعني لسه شاب في مقتبل العمر الحقيقة هو استطاع أنه يحط فيه حاجات كده بجانب العلم والدقة طبعا أنت يعرف بقى الدقة الألمانية والالتزام ولازم بقى في المعاد وكل يوم إيه اللي بعمله ويشوفه بجانب هذا كله الحقيقة كان دايما يشجعني أن أنا أروح أتفرج على الأوبرا أروح أحضر حفلات الموسيقية أتفرج على المعارض المتاحف الحقيقة ده فتح أفاق كبيرة جدا ليا يعني أنا بدرجة أن أنا بعد كده في أي مكان بروحه حتى لو في مهمة لفترة قصيرة بحاول أدور ممكن أسمع حفلة موسيقية ممكن أروح متحف أتفرج على الأسهار التاريخية الحاجات دي الحقيقة فده وسعت الأفق النقطة الثانية الحقيقة يعني برضو رئيسي المباشر أكتوبر عبد الحميد طلعت حجازي أنا جيت من الخارج واشتغلت معاه أول ما جيت لفترة قصيرة ثم يعني استقلنا هي كان له تأثير كبير جدا أنه كان من الأسدزة الأدامة اللي موجودين في المركز استطعت من خلاله أن أنا أعرف المركز في العشر سنين اللي أنا ما كنتش فيهم في المركز بيعمل إيه وبيشتغل إزاي وهو كان دايما حريص على أن هو يعمل شغل للتطبيق فعرفت منه كيف يمكن التعامل مع التطبيق المباشر داخل مصر أنا عندي التجربة الألمانية ومن خلاله قدرت أن أتعرف على الناس التطبيقيين اللي موجودين في مصر ونتعاون معهم معاونة مستمرة وبباشرة فيه كمان أيضا أستاذ الدكور محمد بكر أحمد وزير الزراعة الاستصلاح الأراضي السابق أستاذ في كلية الزراعة جمعة القائرة هو ما درس ليش صحيح إنما تعاوننا مع أن كان مشرف على المشروع مشترك مع ألمانيا والحقيقة كان تشجيع كبير جدا وكان توجيه بدرجة كبيرة هذول ثلاثة من أكبر الناس اللي أثاروا فيها من الناحية العلمية الفنية متخصصية أنا عايزة أرجع شوية للتواريخ لأنني بدأت الحلقة بتاريخ 16 أكتوبر 1966 لكن فيه تاريخ كمان مهم جدا ويمكن مش بس دكتور مصطفى هتحتفل بيه ولكن مصر كلها هتحتفل بيه ستة ستة الف تسعمية ستة وخمسين مرور ستين عام على إنشاء المركز القومي للبحوث طبعا كل سنة وحضرتك طيبة يعني مشوار لازم نتكلم عنه لأن حضرتك حضرت خمسين سنة في المركز من جمالي ستين عام خلونا نطلع فاصل وبعدين نتكلم على هذا المشوار الطويل الممتد للمركز القومي للبحوث ترجمة نانسي قنقر 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 كولد هدا دل مسئولي ومفرسي كولد هدا دل مسئولي ومفرسي رجعنا مرة تانية وكنت بكلمكم على ستين سنة ستين سنة مشوار طويل جدا للمركز قومي للبحوث ولازم نتكلم على المركز القومي للبحوث زي ما قلت قبل الفاصل حضرتك يا عصيرت منه خمسين سنة وعندي حكايات عن العشر سنين الباقيين يعني الحقيقة يعني أنا بأعتقد أن فكرة المركز القوامي الفكرة طبعا من قبل كده للعلم عشان السادة المشاهدين يعرفوا أن ما هيش حاجة جديدة من ستين سنة بس ده هو أول حاجة كانت سنة 1939 فأيام وأنشئ معهد فؤاد الأول للبحوث الفكرة الحقيقة جاءت من الجامعة وأساس الجامعة في ذلك الوقت جامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة بأن تتعمل حاجة مركز بحسي لخدمة الاقتصاد الوطني وليس مرادف للجامعة ودي كانت فكرة مهمة جدا والناس اللي عملوها يعني كان استلهموا هذا ما هو موجود في أوروبا وأمريكا في ذلك الوقت أن في بحوث للخدمة المجتمع غير النوعية أخرى اللي بتجرى في الجامعة وانتقل أسادزة من الجامعات طبعا مرت من 1939 بمراحل لغاية سنة 52 وكان الدكتور أحمد زكي رحمه الله هو أمين عام هذا المعهد وفي سنة 52 ابتدت المباني بعد الثورة مباني المركز القوامي للبحوث اللي موجودة في الدق وصدر قرار إنشاؤه وابتدى العمل فيه في سنة 56 في الفترة دي كان فيه مجموعة من الأسادزة معظمهم كان من الجامعات الرئيل الأول اللي بنى المركز ووفيدوا إلى الخارج في تخصصات مختلفة ورجعوا وأنشأوا الوحدات البحثية في ذلك الوقت كان اسمها الوحدات البحثية اللي هي من قرار إنشاء المركز في ذلك الوقت وهو المفروض أنه هو بيقوم بالأبحاث التي تخدم الاقتصاد الوطني بجميع مجالاته التطبيقية طبعا كان يجب عشان نخدم أنه يبقى فيه ناس وكان الناس اللي واخدها ماجستير ودكتوراه في ذلك الوقت عددهم قليل وفيه جامعات موجودة فكان عدد بيجي إما من الجامعات أو ابتدى المركز يوفيد ناس علشان حاطر للتدريب أو أنه يجيب مساعدي بحاس ويسجلوا في الجامعات لا ياخدوا الماجستير والدكتوراه الحقيقة دي من النقطة دي كانت مهمة جدا عشان يبقى فيه عندنا يعني قوة ضاربة يبقى فيه ناس بتشتغل وبتنتج لكن ليه ظروف كثيرة من بينها ظروف الدولة الاشتراكية في ذلك الوقت وضرورة تعيين كل الناس وإن كل واحد واخد جايد جدا وامتياز يتصور أنه يجب أن يعين إما في الجامعة حتى الغالة النهاردة أي واحد جايب جايد جدا لمتياز إما في الجامعة إما مركز البحوخت لما الحكومة السنتين تلاتة اللي فاتوا قالت له لا تروحوا تشتغلوا كمان في القطاعات الإدارية في الدولة قالوا لا مش عايزين نروح فمن هذا المفهوم كتر عدد الناس اللي موجودة وابتدت الناس تيجي وخلال هذه الفترة انشغلنا في المركز أكتر بتدريب الباحثين والحصول على درجة المجستير والدكتورة أكتر من إن إحنا نشغل نفسنا كناس أدام نشغل نفسنا بالبحوث الذي يجب أن تأخذ من المجتمع بس برضو يعني يمكن إحنا أكيد محتاجين الاتجاهين تدريب الباحثين ووجود بحوث مختلفة ما هو الباحثين هم اللي هيطلعوا بحوث كمان يعني تمام ولكن حضرتك إمتى؟ إمتى ده يبقى كويس؟ لو إن باستمرار عنا على إن جميع البحوث التي تتم يجب أنها تخدم المجتمع ولكن هذا ما كانش بيحصل في حالات كثيرة جدا ليه؟ لأن الصناعة في الفترة دي تطورت ومشاكلها اختلفت وإحنا محنش موجودين جوه الصناعة ولذلك دلوقتي إحنا عندنا في المركز النظام الحقيقة هو إن كل واحد بعد المجستير لازم يقضي فترة تدريب في إما مصنع أو في مزرعة أو في حاجة تطبيقية بحيث أن هو يتعرف على مشاكل هذا القطاع ويقدر يجي يشتغل في الدكتوراه على مشكلة حل فدي الحقيقة حاجة من الحاجات اللي رجعتنا تاني أو رجعت الشباب الباحثين تاني إلى ما يجب أن يكون عليه الشغل بتاع الدكتوراه هل زيادة مخصصات البحث العلمي في الدستور ممكن يؤدي كمان إلى الاهتمام بالبحث العلمي؟ شوفها عدريتك هو يعني إحنا ما وصلناش ليسا للنسبة بتاعة البدعة الدستور ولكن أنا شايف أن تمويل البحث العلمي ليس هو القضية الأولى في البحث العلمي تمويل الحكومي ليس هو القضية الأولى حتى لو وصلنا إلى هذه النسبة هو حسن استخدام الموارد المتاح يعني دي نقطة من النقطة الأساسية يعني إزاي إحنا نستخدم الموارد؟ في دلوقتي عندنا سنديء كتير جدا بتمول البحث العلمي ولكن كل هذا التمويل اللي بيحصل هيجي في مرحلة من المراحل ونقول طيب هنطبقه إزاي؟ فهو لابد القطاع الصناعي لابد بطريقة أو بأخرى لازم يخش في التمويل ليه؟ في مثلا بيقول اللي بيدفع هو اللي بيقول إيه المزيكة اللي يعزفها العازف فاللي حيدفع في البحث العلمي هو اللي حيقول إيه اللي يتعمل فالصناعة عندما تدفع حتجبر البحث العلمي على إنه هو يعمل لها اللي هي عايزها طيب بطريقة أو بأخرى طريقة أو بأخرى اللي هي شكلها إيه؟ يعني مثلا الترخيص عشان يبقى فيه ترخيص لمصنع معين لازم يبقى فيه قسم للبحوث مثلا بداخل المصنع أو غيره؟ المفروض أنه بعد حجم معين يجب أن يكون هناك قسم للبحوث بغد دراسيات جوه المصنع لازم الحكومة من حضارك كما تشوف مثلا قانون الضرائب قانون الضرائب بيعفي التبرع للمؤسسات البحثية بس أنا بقول مش عايزين تبرعات يعني أنا مش عايز واحد ييجي ويقول أنا يعني من الممكن ومطلوب ويجب أن يكون ولكن مش هو دا الحقيقة أو يعني هو مثلا ممكن يتبرع بجهاز دا مش موجود يعني أنا لم أرى على المدى الطويل تكله يعني أشياء في بعض الحاجات بتحصل بس يعني في الإطار العام بتاع الإنفاق على البحث العلمي قليل جدا ومحدود يعني ليه ما تجي الشركة من الشركات تشتري جهاز من الأجهزة اللي ممكن يستخدم في إجراء بحوث تفيدها ويهتدي هدية للمركز القاومة للبحوث ويعلق عليه كده ورقة هدية من شركة كازم ما فيش الكلام دا التعاقدات حتى لو أنا ما عنديش ثقة حتى لو أنا ما عنديش ثقة في إن الباحث دا أو المؤسسة دي مش هتعمل قوي اللي أنا عايزه ولكن علي واجب وطني واجب وطني إيه؟ إن الصناعة بتاعتي عشان تظل قائمة أنا محتاج إنها تتطور ومش هفضل طول عمري معتمد على الشريك الأجنبي اللي بيعمل لي المعرفة وأنا باخد تطبيق المعرفة أبيعه للناس فزي ما بنقول إيه الجزء الاجتماعي مطلوب فيه يعني دلوقتي ما فيش حد من الناس الكبار الصناعيين مش عامل مؤسسة خيرية بإسمه وبيخش بيعمل تنمية في المجتمع طب ما هو البحث العلمي دا جزء من التنمية مؤسسة علمية لازم يعمل مؤسسة علمية يعمل مؤسسة علمية يساعد المؤسسات العلمية اللي موجودة يتبنى قطاع معين ويقول أنا هساهم حينة هقولك وتعمله إيه يعني دي نقطة مهمة جدا وبعدين هم وقتهم يعني فيه أوقات في الخارج رجال الأعمال هم اللي بيصفروا الشباب من النبيين والبحثين عشان يستكملوا تعلمهم في الخارج دا موجود هنا بعض المؤسسات الخيرية الموجودة التابعة لبعض مش عايز أقول بس أسامي لكن بعض رجال الصناعة بعض رجال الأعمال عندهم مؤسسات خيرية بتبعت بتدي منح للطلبة وبتدي وفيه مؤسسات أخرى يعني كثيرة بتعمل الحكاية دي وتبعتهم من الخارج هو الإرسال للخارج مش هي دي القضية واعطاء المنح هو ليس دا جانب آخر مطلوب ولكن احنا بتتكلم على تشغيل تشغيل مؤسسات البحث العلمي لصالح الشركات الوطنية اللي موجودة وقطاع الأعمال الوطنية والاقتصاد الوطني بأي صورة من الصور هو دا دا المهم انه وبعد ما ياخد الدكتوراه يرجع يلاقي فيه معامل جيدة موجودة عندنا معامل كويسة جداً ولكن يلاقي واحد زبون كل جوية عمال يقول له انت عملتلي ايه انت عملتلي ايه دا دا نقطة مهمة جداً هنا بقى الناس هت وبعدين حضرتك الباحث اللي يعني فعلاً اتربى على قواعد البحث العلمي ومنهجية البحث العلمي السليمة الجزء الأكبر منه ما بيفرحش ان يكون عنده فلوس كتير ويكفي ان هو عيش كويس وما بيفرحش بان هو يعمل بحوث عدد اكبر ولكن هو بيفرح لما ينزل في الشارع ويلقى فيه حتى الم رصاص طالع هو ساهم في ان شركة تنتجه طيب يعني وكمان بيفرح اكيد وبيبقى سعيد بالجواز والتكريمات ناخد فاصل ونرجع نكمل كلام التكريم في حياة العالم احتفاء بعطاء علمي متميز على مضاري حوالي نصف قرن من الزمان نال عالمنا العديد من مظاهر التقدير والتكريم محليا فنال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية عام 2006 والميدالية الذهبية من المركز القومي للبحوث وشهاد التقدير بمناسبة اليبيل الفضي للمركز ومؤخرا جائزة المركز القومي للتميز في المخرجات البحثية لعامي 2011 و2012 اختير ايضا في موسوعة 2000 شخص تميزوا خلال القرن العشرين من جامعة كيمبرج بالمملكة المتحدة عام 98 وفي نفس العام اختاره المعهد البيوغرافي الامريكي ضمن اهم 5000 شخصية متميزة في العالم في مختلف المجالات العالم الجليل رجعنا مرة تانية عايزان مشاهدين وزي ما قلت لكم اكيد العالم والبحث بيكون سعيد جدا بتطبيق ابحاثه وكمان بالتكريمات والجوائز وماشاء الله بقى الدكتور مصطفى الفول يعني حق العديد من الجوائز والتكريمات بالنسبة لك يعني عز هذه الجوائز ايه؟ والله ايش بقول لحضرتك حاجة هو يعني على المدى السكة كان يعني افضل شيء كان هو جائزة الدولة التقديرية العية وجائزة الدولة التقديرية يعني لها لها وقع ايجابي جدا علي لسبب بسيط ان انا لم ارشح من قبل المركز القومي للبحوث وانما رشحت من قبل هيئة علمية اخرى وده طبعا شيء جيد ان الواحد يترشح من جهة العمل بتاعه ولكن ان يرشح من جهة اخرى ده يعني له معنى كبير جدا ودي حاجة التانية ان انا اول ما اترشحت اول مرة حصلت على الجائزة اول مرة بترشيئة فده يعني لها وقع ايجابي جدا الحاجة التانية يعني اثرت فيه كتير اوي هو يعني اختياري في اكاديمية العلوم الافريقية الكلام ده كان من اكتر من عشرين سنة يعني انا مش عايز اقول انا كنت في مقتبل حياتي لا انا كنت يعني في منتصف الحياة تقريبا العلمية وكنت سعيد جدا لان عدد الناس اللي بتختار قليل وطريقة الاختيار الحياة وطريقة التقييم للناس طريقة عالية جدا فيها حرفية كبيرة زي اي اكاديمية من اكاديميات العلوم يعني في اي دولة من الدول المتقدمة خلاصة الرحلة البحثية مشوار طويل من الكفاح والنجاح يعني احنا عايزين الخلاصة هل هتقدمها لشباب البحثين ولا هل هتقدمها للمسؤولين عن البحث العلمي يعني الرسالة مفروض توصل لمن والله يا شي في حضرتك هو توصل للناس كلها يعني الفئتين اللي حضرتك كلمت فيهم الفئة الاولى هو البحثين هو يعني ممكن توصل للمواطن العادي كمان ممكن توصل للمواطن العادي بتأكيد يعني خلينا نبتدي بالمواطن العادي لان هو ده اكثر اهمية عايزين المواطن العادي هنا دائما ابدا يبحث عن المنتج المحلي ويبحث عن المنتج المحلي اللي فعلا بادي بمعرفة محلية يعني لو ان هذا انتشر في المجتمع وانا مش عايزه ياخد المنتج المحلي الوحش لا انا عايزه ياخد المنتج المحلي الجيد ويسعى ده اما الى ان يكون المنتج المحلي اجود باستمرار ما هو ده دور الباحث بقى بالزبط كده ده دور الباحث عشان يجود من المنتج بالزبط كده ودور صاحب المصنع او الشركة عشان يهتم بالبحث العادي يعني هي دواير دواير كلها متشابكة متشابكة بعضها لا اسم مهم جدا لان اذا ما اهتمش المستهلك بالمنتج المحلي يبقى البحث العادي من المحلي ما لهش لزوم هعمله المين معنا ما عنديش زبون دي حاجة الحاجة تانية بالنسبة لشباب الباحثين يعني عايز اقولهم اصبروا اصبروا يعني البحث العلمي ما بيحققش نتائج سريعة والحرفية في الشغل مهم جدا ان يكون حرفي في عمله بيبشواخد الموضوع كده يعني اهو انا بروح للمركز النهاردة شوية وبروح الجامعة شوية وياري ما ربنا يسهل اعود اعمل تجربة وما شاف افكر ايه وان هذا العمل ليس للترقية يعني البحث العلمي ليست وظيفة بنطلع منها بحوث عشان اترقى وانما زي ما قلت انا بترقى لان انا عملت عمل جيد فالاول اهتم بالعمل ثم ستأتي الترقية جات بقى بدري جات واخري يعني ما تفرقش كتير وان كان دلوقتي ما حدش بيطرق يعني نادرا ما فيه حد بيترقى متأخر لان لا توجد هناك منفسه نقطة تانية المهمة جدا ان احنا مطلوب التقييم المستمر للعاملين في مجال البحث العلمي ولمؤسسات البحث العلمي نفسها يعني انا نفسي حد ييجي ويطالب حد غير اهل المركز ويقول يا مركز قومي للبحوث ماذا فعلتم خلال الستين سنة دول عملتوا ايه للمجتمع ما في الاحتفالية اكيد هيقدمه ما انا بقى بقول لحضرتك ليه عشان لما ييجي نقول له احنا عملنا ايه لان احنا بنجمع دلوقتي اللي احنا عملناه كله خلال الستين سنة لنثبت للناس ان الفلوس اللي الدولة صرفتها على العاملين في على الاقل المركز القومي للبحوث لم تذهب هباء منثورة وانما هناك عوائد معروفة وملموسة وعوائد غير معروفة وغير محسوسة اتعملت للأسف احنا قصرنا في تعريف الناس بيها خلال السنوات الماضية واكيد هي قليلة برضو لان احنا طول الوقت بنطالب بزيادة تمويل البحث العلمي يعني معنى كده انه هي مهما كان بالمقارنة بنتائجها هي قليلة انا مع حضرتك احنا دايما بننظر للأفضل ولكن هي يعني بتبرر الانفاق ان الفلوس اللي راحت دي ما راحتش في الهوى وانما كان هناك عائد احنا نفسينا ان يكون العائد اكبر نفسينا ان يكون التمويل اكتر عشان نقدر نخدم المجتمع اكتر يعني احنا بنشكرك جدا على وجودك معينا بنشكرك على هذه الرحلة الطويلة المليئة بالكفاح والنجاح ابحث هامة للمواطن ابحث هامة لمصر كلها بنشكرك جدا دكتور مصطفى الفول شكرا بشكر حضرتك كتير قوي على هذه الاستضافة وانا سعيد جدا وتيحت لها الفرصة ان انا اتحدث عن شوية من جزء من تاريخ المركز القاومي للبحوث كان مشرفنا ومنورنا استاذ دكتور محمد مصطفى الفولي استاذ تغذية النبات وتكنولوجيا التسميت بالمركز القاومي للبحوث شكرا للمحوث شكرا للمسا أعزائي المشاهدين بشكركم في النهاية وعلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم وعلماء من بلد أявر انت لا تقل تجلب الإسلام للمسا الالغوث كما يتجلب Late if the were the days of the lives of Lastly يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا مهر الكرم نيلك ده سكر كوك معقد تاريخknock اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة